لم يكن استهداف العاصمة السعودية الرياض بصواريخ ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا محضى صدفة نما كان عملا ممنهجا لعب نظام الدوحة فيه دور البوق المحرض والمنبر الممجد فقد سبق وسار بحذاء وعقب هذا الاستهداف الإرهابي عمل دعائي وإعلامي ممنهج حملت لواءه قناة الجزيرة القطرية تلك شظايا لبقايا صاروخ باليستي تساقطت في المنطقة الواقعة شرق مطار الملك خالد الدولي الوقت الثمنة مساء يوم السبت الماضي منفذ الهجوم جماعة الحوثيين الإرهابية منصة الصاروخ من الأراضي اليمنية الهدف العاصمة السعودية الرياض الراعي الإعلامي الحصري للعملية قناة الجزيرة القطرية وضعنا العسكري جيد وبواتنا الصاروخية تتصاعد وأصبحت باعتراف حتى الصحف الغربية أن الصواريخ الباليستية تطورت ووصلت إلى ينبع ووصلت إلى أبوظبي والمقادم أيضا سيكون أعظم ليس رأيا آخر عندما ينتهك القانون الدولي ليس رأيا آخر عندما تستهدف المدن المأهولة بالسكان ليس رأيا آخر عندما تجعل من منصتك الإعلامية بوقا للإرهاب كان هذا اللقاء قبل أيام من إطلاق الصاروخ الحوثي وما بعد الصاروخ كان أشد لهجة وأكثر تهديدا وهذا يحمل رسائل كثيرة جدا منها بأن الصواريخ اليمنية ستكون في مرمى الأهداف الحيوية في داخل المملكة السعودية وأيضا في الإمارات ولن تكون بمنأة عن الصواريخ اليمنية كما أن الجزيرة لم ولن تكون بمنأة عن هذا المخطط الإرهابي على مدى تاريخنا المعصر علمتنا الجزيرة أن أي عمل إرهابي يسبقه ويسير بحذائه ويعقبه عمل دعائي إعلامي ممنهج ذلك هو نهج القناة القطرية في إدارة الصراعات على نحو لا يخدم المنطقة وشعوبها وعلى نحو يلب ذائقة الحوثيين ومن على شاكلتهم وعلى نحو يثير إعجاب النظام القطري الذي يقابله بالثناء والتصفيق